اهلا بكم مشاهدين الى هذا الموعد الاخباري ونستهله بالعنوين وزير الصحة يصف الوضع الوبائي بالخطير جدا وفتح مركز جديدة لمرضى الكوفيد واخرى للتلقيح البرلمان يصادق على مشروع اتفاق قرض من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتوفير تمويل اضافي لمجابهة الكوفيد ودعم الحملة الوطنية للتلقيح والهيكا تطلب دعم مؤسسات الدولة في تصديها للقنوات والاذعات غير القانونية ونقابة الصحفيين تعتبر حرية الاعلام في خطر اهلا بكم من جديد مع توصل النسق التصعدي لعدد الوفاية والإصابات بفيروس كورونا وارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات ستجتمع اليوم الاربع بقصر الحكومة بالقصبة الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا وسيتم الاعلان عن اجراءات جديدة للحد من تسارع انتشار الوباء يأتي ذلك فيما يتواصل فتح مركز جديدة للتلقيح امام ما خلفته جائحات كورونا من اضرار جزيمة طالت البشرية جمعة هبا متساكن منطقة ولايد منعروس الى مركز التلقيحة بجهة حمام الشط بغاية تلقي الجرعة الاولى جائحة كورونا حولت افترارا بلدية حمام الشط الى مركز للتلقيح وعليه اصبح هذا الفضاء الثالث التابع لولاية بنعروس مع تأمين كل الوسائل الوقائية منذ دخول المركز الى حين خروجه هذا المركز الثالث للتلقيح اللي حالينا في بنعروس بيش يهم معتمديات حمام الشط وحمام لنف وبوم هل والزهرة لونك المواطنين اللي مسجلين في الليفاكس بشيقع سدعام للمركز هذي ابتداء من اليوم دي و بش نعاون حتى بش نعاون حتى المواطنين بش عملوا لانسكريبسيون بش نعملوا بلاسة للعباد اللي بش نسجلوا بش نحثوا العباد على التسجيل كما تعرف الجايحة قاعدة تقتل الوباء قاعدين نتشر بسرعة يجبنا احنا نسرعوا في عملية تلقيح واجتتاحنا في المركز هذا يجي في لطار هذي هدفنا هو بش ننلقحه اكبر عدد من الواتنين في اقرب وقت بحول الله المركز هذي مركز كما تشوفه مركز واسع بحول الله بش ننوصر ونوصر ونطيرها معنا كنا نعنو في معدل الف شخص في النهار بحول الله معدل بش نفوتوا ليلة وخمسمية معدل الف وستمية يوميا في ولاية بن عروس نحنا شفنا انه من واجبنا انه نكونوا طرف فاعل ونساهموا في انه نوفروا اللي نقدروا عليه من امور اللوجيستية وامور فنية ونخليوا الامور الصحية للوزارة الصحة بش انه تتضافر جميع الجهود بش نشجعوا العباد انها تلقح اول حاجة انه نوفروا الفضاء ثاني حاجة نوفروا التنسيق مع مكونات المجتمع المدني ونكفهم الحملات التشجيع على التلقيح هذا واكد المدير الجهوي للصحة منصف الهواني ان الحملة الوطنية للتلقيح بولاية بن عروس تشهد انفراجا الحملة في ولاية بن عروس تمشي بشكل جيد اليوم والحمد لله وصلنا إلى 25 ألف شخص تم تلقيح بولاية بن عروس وهذه نسبة مهمة جدا تقريبا من 34 ألف اليوم في نفس الفئة هذه أو الأولوية اللولة لقحنا 25 ألف وهو رقم ممتاز ونحن نحو إضافة مراكز أخرى يبقى فتح مراكز للتلقيح إضافية ضد الوباء والانتزام بالإجراءات الوقائية من الوسائل المثلة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها تطويقه وفي تطوين تم افتتاح وحدة جديدة لمرضى كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطوين الوحدة التي شاركت في إنجازها سلطات الجهوية وأهالي الجهة فداخل والخارج ستمكن من فتح مجال أوسع للمحتاجين للرعاية الصحية سلمت للإدارة الجهوية للصحة وحدة كوفيد-19 بطاقة استعاب تفوق العشرين سريرا مجهزة في عملية ترافقت مع تنظيم عملية بيضة تجسد كيفية قبال الحالات المؤكدة الحاملة للفيروس والتي تستوجب الإيواء الإمكانيات مازالت الطلبيات بتاع التجهيزات مازالت واردة الآن باش نستعملوا الحالة الاستعجارية باش نستعملوا قسم الآلات والأجهزة بتاع القسم كوفيد الحالي اللي نتون في العمل في المستشفى اليوم وضعنا على ذمة الأتباء فضاء جديد مجهز قادر على استيعاب إن شاء الله المرضى إنجاز يأتي في وقت تشهد فيه ولاية تطوين ارتفاعا غير مسبوق في عدد حالات الوفاة والحالات المؤكدة الحاملة للفيروس في هذه الفترة بحسب الأطباء المختصين المشرفين على متابعة حالات كوفيد اليوم تقريب عدنا عشرين مريض مقيم بقسم الكوفيد منهم أربع مرضى متع نعاش يعني القسم في طاقة العمل المتاعها مية في المية إن شاء الله بيفتتاح القسم الجديد والطريقة اللي يقع بها الإنجاز يسمح باش نحصنوا من جودة الخدمات المسدات للمواطن على أهمية هذا الإنجاز وما تبذله الإطارات الطبية وشبه الطبية من جهود مضاعفة في الفترة الأخيرة يبقى التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية السبيل الوحيد للنجاة من الإصابة بفيروس كورونا وبهدف توفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد-19 ودعم الحملة الوطنية للتلقيح صادق مجلس نواب الشعب على المشروع المتعلق باتفاق قرض بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 269 مليون دينار جلسة شهدت نقدا لأداء الحكومة ووزير الصحة في تطويق حجم الجائحة وتدعيتها بأغلبية الحضور صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد-19 ويهدف المشروع الممول بمبلغ يقارب 269 مليون دينار إلى دعم الحملة الوطنية للتلقيح ورفع جاهزية المنظومة الصحية للبلاد التونسية عن طريق توفير اللقاحات لستة ملايين مواطن أي ما يعادل نصف عدد السكان وتوفير المستلزمات الطبية من تحاليل وآلات تبريد ذات الخصوصية الفنية العالية وتوكل إلى وزارة الصحة والهياكل المتدخلة مهمة تنفيذ ومتابعة الأهداف المرصودة لصرف القرض خاصة في ظل وضع صحي يستوجب وفقا للنواب المتدخلين تعزيز الإمكانيات وتغييرا في الاستراتيجيات المتبعة على أهمية القرض أذية وعلى حاجتنا الكبيرة لكي نجابه الوباء أذية لكن القرض هذا جاب صفة متأخرة وهذا يزيد يأكد مرة أخرى اللي ما كناش مستعدين كما ينبغي لمجابهة هذا الوباء حقيقية فيما يتعلق بالاكتظاف في أقسام الانعاش والعديد من التونسة ما عندهمش القدرة على الاستفادة من الألات الطبية من جهته أكد وزير الصحة فوزي مهدي أن تونس تتوفر حاليا على 44 مركزا للتلقيح كما سيتم تعزيزها بأربعة مراكز أخرى الأسبوع المقبل وبالخصوص التلقيح قال الوزير أن هناك صعوبات في التزود عبر منظومة كوفاكس هذا خطير طبعا وحتى خطير جدا نظرا للانتشار السريع مثل بيروس ارتفال حالات التضاعف امتحها في جهات بصفة سريعة جدا الضغط كبير على مؤسساتنا الشفائية على أقسام الأكسجان نسبة اشتغال 85% بالنسبة للعاش نسبة اشتغال 91% برغم اللي رفعنا في عدد أسرة وحاليا قاعدين نتسلمه في 128 جهاز تنفس ليس يتم توزيعه على كافة جهات مؤسسات الشفائية وأضاف وزير الصحة أنه تم جلب ألفي جهاز سيباب سيمكن من توفير كميات أكسجان هامة يتم بمقتضاها تخفيف الضغط على أقسام الإنعاش وصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي نظرها في مختلف فصول قانون مجالة المياه ومقارنة فصولها بمقترحات الفصول التي تقدم بها المجتمع المدني معدد من الخبراء بل ورث مجمل فصول مشروع مجالة المياه استغرق حيزا زمنيا كبيرا قبل التوصل إلى صيغته الحالية مقترحات التي جاءتنا بعثتنا جمعية المجتمع المدني والخبراء بعثونا جملة من المقترحات في علاقة بمشروع المجالة ذو كحنا اليوم نقل الفصل الأصلي وننظر إلى جملة المقترحات ونحاول أن نتفاعل بما يضمن سياغة فصول أكثر انسجام مع مقترحات المجتمع المدني مع المنظمات حتى تكون بالفعل مجلة في مستوى الأهداف المرجوة في علاقة بتغيرات المناخية في علاقة بأفق 2050 لموردنا المائية حوكمة واستغلالا وتصرف وفي موضوعنا يتعلق بالقطاع الآلامي شدد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نوري لجمي على ضرورة تأزر مؤسسات الدولة لتتمكن الهيئة من القيام بعملها وتطبيق القانون وذلك خلال ندوة صحفية عقدت لنظري في بعض ملفات القطاع السمعي البصري فيما اعتبرت نقبة الوطنية للصحفين تونسيين أن قطاع الآلام في خطر مآل القضايا الإدارية والعدلية المرفوعة في إطار نشاط الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ووضعية القانوات غير القانونية والإذاعة المصادرة هي مسائل تمحورت حولها هذه الندوة الصحفية وإحنا المواضيع طبعا هذه موضوع القوانين الغير القانونية رأوا معضلة كبيرة برشا وقادة تعوقف عمل الهيئة إذاعة المصادرة وإحنا عملنا منذ سنوات أنه بشرقوا حل لإذاعة شمس وإذاعة الزيتون القرآن الكريم عنا سنوات وإحنا نطالب وزادة بإلحاقها بالمرفق العمومي ويقولوا إيه رأوا ما يصير شيء رأوا مع الأسف في الحكومة الحالية فما تخلي كبير وواضح لكل مهم الآلة تتم الإعلان خلال هذه الندوة الصحفية على تكوين فريق عمل متكون من مجموعة من الخبراء مختصين في القانون وفي الإعلام بش يكون مهمة محاول القنوات غير القانونية وحول ما اعتبره رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري منح خطير في قطاع الإعلام في علاقة بقضية حجز معدات إذاعة القرآن الكريم شدد نوري لجمي على ضرورة تأزر مؤسسات الدولة لتتمكن الهيئة من القيام بعملها في إطار تطبيق القانون كل مرة الأعوان أصلاً اللي يقوموا بالحجز يقول لك ما عايش نمشي نعمل حجزنا ما عنديش حتى حماية خطر غدوة نمشي نبحث غدوة تيقع فيها بطاقة إداع مؤسسة الدولة تقدم الدعم مثلاً وزارة المالي القاناة هذه غير قانونية من 2014 عمرها ما خلصت خطير علش النقابة الوطنيات للصحفيين التونسيين اعتبرت أيضاً أن قطاع الإعلام في خطر وأن حرية الصحفة مهددة من جميع الجهات تعتبر أن طو أهلا قاعدين يشوفي وضع الحكومة فيه يعني تسعى للسيطرة على الوسائل الأعلى من خلال التعيينات البرلمان يسعى إلى مصادقة على تشريعات مخالفة ومنافية لحرية الصحفة وتهدد حرية الصحفة والتعبير أيضاً النيابة العمومية شوفنا كيفاش في الفترة الأخيرة في استدعاء رئيس الهيئة الاتصال السامن البصري وأعضاء من المجلس الهيئة شوفنا كيفاش أنها انحازت بطريقة مفضوحة وخطيرة إلى السيد هذا كل يعني مع بعضه يخرج أن حرية الصحفة وتعبير مهددة أن تعديل المشهد السامن البصري وتنظيم المشهد السامن البصري مهدد وستنطلق الهيئة قريباً في أعداد دراسة لتقييم المشهد السامن البصري لمزيد تنظيم عملها وأثفاء جودة على الأعلام السامن البصري وتكريس ضمان حرية الأعلام ضمن جولتنا الإخبارية العالمية وفي جديد الملف ليبي اعتبرت نائب وزير الخارجية الإيطالية مارينا سيريني أن عملية الاستقرار في ليبيا دخلت مرحلة حاسمة مضيفة أن إجراء الانتخابات في موعدها يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية لوضع حد للأزمة التي أثرت في هذا البلد وأشددت سيريني على التزام إيطاليا بتعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا ودعم عمل الأمم المتحدة في هذا الملف في الولايات المتحدة الأمريكية مينا المنتظر أن يلقي اليوم الأربعاء رئيس الأمريكي جو بايدن خطابا بمناسبة مرور مئة يوم على تسلمه السلطة في العشرين من شهر جنفل الماضي وفوزه في الانتخابات على نظره دونالد ترامب بعد تقديمه خطة وصفت بالطموحة لمواجهة فيروس كورونا وتفادي تأثيرها السلبي على أكبر اقتصاد في العالم في الأثناء ظهرت استطلعت رأي أن غالبية الأمريكيين راضون على أداء رئيس جو بايدن خلال المئة يوم الأولى قال الجيش الأمريكي في بيان له أمس ثلاثة إن سفينة للبحرية الأمريكية أطلقت عيرة تحذيرية بعد اقتراب ثلاثة زوارق للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني منها ومن زورق دورية أمريكية آخر في الخليج المصدر ذاته ووضح أن زوارق البحرية الإيرانية ابتدعت بعد ذلك إلى مسافات أمنة على حد وصفه عودة إلى تونس وتحديدا إلى أجواء الفن السابع حيث تحتضن قرية سواس جامرت وعلى مدى خمسة أيام تظاهرة ثقافية في إطار برنامج السينما في حومتنا التابع للجامعة التونسية لنوادي السينما تظاهرة من أهم فقراتها ورشاة لتمكين أطفال القرية من تقنيات الكتابة والإخراج السينمائي هي مشاهد من أحد الأفلام التي تم عرضها في إطار برنامج السينما في حومتنا هذا البرنامج الذي حط الرحال بقرية أسويس بيجامرت بعد جولة في عدد من ولاية جمهورية سيمكن أطفال القرية من تعلم تقنية صناعة الأفلام القصيرة من خلال ورشة عمل تمتد عمد خمسة أيام ورشة في تقنية ستوك موشن لحقيقة مروا بكل مراحل صناعة الفيلم في الورشة هذه من كتابة السينريو للإخراج للتصوير ولمونتاج ورشة تمتد على خمسة أيام الاختتام في الأخر يكون بعرض الأعمال التي ينجوها الصغار هذه ولأن العمل السينمائي ينطلق من فكرة فقد قدم الأطفال المشاركون في الورشة جملة من الأفكار وعبروا عن الدوافع النفسية والإجتماعية التي تحظهم على ترجمة ما يختلج صدورهم إلى أعمال سينمائية حب نعمل فيلم على لسويس حب نبدل نظرة المجتمع للصغار اللي عيشوا لنا حب نعمل فيلم تاك ورح حطرنا نحب نوليك وارجي ونحب الكور حب نعمل فيلم على طفولة حب نشوفه الصغار حبيت نتفحهم إلى الحلم والحلم لقيت أحسن طريقة اللي هو السينما بش يفتح لهم أفاق بش يعطيهم ثقة في النفس بش يجعلهم جيمة مقبلين على الحياة الحياة من وجهة نظر أطفال لهم خصوصيتهم ستكون موضوع أفلام مدتها دقيقتين على أقصى تقدير لأربعة عشر تفلا أفلام سيتم عرضها في اليوم الاختتامي من هذه التظاهرة الثقافية السينمائية وبفن السينما نصل مشاهدين إلى ختم نشاتنا ونذكركم بعنوينها وزير الصحة يصف الوضع الوبائي بالخطير جدا وفتح مركز جديدة لمرضى الكوفيد وأخرى للتلقيح البرلمان يصادق على مشروع اتفاق قرد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمجابهة الكوفيد ودعم الحملة الوطنية للتلقيح والهيكا تطلب دعم مؤسسات الدولة في تصديها للقنوات والإذاعات غير القانونية ونقبة الصحفيين تعتبر حرية الأعلام في خطر وكالعادة مشاهدين بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية نشكر متابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة